أبطال مصر وأولادها اللي حفروا اسمهم من دهب في صفحات التاريخ والنهاردة بطل مصري وطني حفر اسمه في تاريخ الأبطال النهاردة ذكرى رحيل المشير محمد حسين تنطاوي بطل الحرب وصاحب مسيرة عسكرية تاريخية حصل خلالها على العديد من الأنوات العسكرية والميداليات الشرفية طبعا عشان نتعرف أكتر عن مسيرة البطل الراحل المشير محمد حسين تنطاوي معنا في الستوديو اللواء محمد أشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية صباح الخير على حضرتك ست اللواء صباح الخير على حضرتك صباح الخير على مصر كلها يا أهلا بيك طبعا لما نتكلم عن حياة المشير محمد حسين تنطاوي خلينا نقول كده أنه ولد قائد ولد بطل محطات عديدة في حياته مرت على مصر أثبت فعلا أنه هذا رجل قائد ورجل وطني ورجل دولة من الطراز الرفيع وكنا نتكلم قبل بداية الفقرة وحضرتك نقول أنه كان فيه فترة زمالة كده مع المشير تنطاوي لو تحب حضرتك نبدأ الحديث عن أبرز المحطات في حياة المشير محمد حسين تنطاوي بسم الله الرحمن الرحيم هي فترة تلمزة يعني زمالة دي أكبر يعني فترة تلمزة على يد قائد عظيم يعني في البداية أحب أقول أن مشير تنطاوي رمز من رموز مصر من رموز العسكرية المصرية على المستوى المهني وعلى المستوى الإنساني كمان سواء في التاريخ بتاعه وقصة كفاحه كلها مرتبطة بمصر سواء كان في فترة العسكرية والحرب أو في فترة ما بعد الحرب والظروف السياسية الحاسمة والحاكمة اللي مرت بمصر وكان دايما أعتقد أنه كان نصب عينيه الحفاظ على مصر وسلامها وأمنا القوم يعني أعتقد لو بنحط عنوان يبقى هو ده العنوان اللي يقدر نحطه للمشير تنطاوي المستوى الإنساني كان عامل إزاي؟ يعني حضرتك تلمست على إيده كان عامل إزاي على المستوى الإنساني معاكم كتلاميذ وبيتكلم معاكم إزاي؟ هو يعني قريب نفسيا من رجالته قريب نفسيا من رجالته أسلوبه في الحياة وفي المهنة يخلي المسافة النفسية قريبة وده بيبقى يعني قطع مرحلة كبيرة جدا في التعامل إحنا حتى التلمزة يعني التلمزة إحنا ابتدينا مع سات مشير تنطاوي وهو نقيب في الكلية الحربية كنا إحنا في الكلية الحربية طلبة الدفعة 49 النص الثاني من تلمزتنا في الكلية كان موجود في المرحلة الرئيسية اللي إحنا كنا فيها يعني إحنا في الفترة دي كنا حوالي 300 دارس مفروض نروح ناخد فرقة صعقة وفرقة مضلات هو كان في المرحلة دي قبلها كان يعني كان جزء من تلمزت في الكلية في سنة ربعة سنة الأخيرة يعني كنت رقيب طالب يعني فهو كان قائد الجروب اللي أنا أنتمي إليه بعد كده المرحلة دي مع 300 دارس أو أكتر شوية رحنا أنشاص أخذنا دورة صعقة أو دورة مضلات هو رافقنا كمشري ثم رافقنا كقافذ وحصل على دورة المضلات معنا رغم أن إحنا كنا طلبة متوسط عمرنا 19-20 سنة هو كان نقيب يعني رجل عدل 30 سنة ولكن جارانا في هذا الجهد جارانا في هذا الجهد وحصل على هذه الدورات بتفوق دي كانت مرحلة الزمالة التلمزة الأولى عن قرب المرحلة بالنسبة للتانية كنت وقتها يعني بعدها كنت مقدم أركان حرب في رئيس عمليات المضلات وكان محور القوات الخاصة في عمليات كان السادة العقيد حسين تنطل فكان فيه مسافة عن قرب مسافة وسائقية وخرائط وتدقيق أشهد له أنه كان رجل دقيق للغاية كان رجل دقيق دقيق جدا ولازم الحاجة اللي هتمر عليه يدقيقها بشكل جديد تفاصيل يعني جدا أه دي المرحلة اللي بعد كده قفزة كبيرة شوية كان قائد الجيش التاني الميداني في الإسماعيلية كنت أنا قائد له مضلاط فبشتغل تحت قيادته في التدريب والمشروعات فبرضه بحكم العمل في نظام بيبقى قاد مضلاط بيشتغل يعني من مصارين مصاري أن أنا مرؤوس بنفس ومصاري أن أنا متخصص في مجالي معاه كعضو هيا إدارية ومحكمين يعني دي المرحلة اللي بعد كان مرحلة الأخيرة اللي أقدر يعني بعتزي بها جدا يعني أن احنا تخرجنا من أكاديمية ناصر سنة 91 كان هو معين وزير الدفاع بقى له أشهر كانتخرجنا في شهر 6 هو كان يمكن تعين وزير الدفاع شهر 3 أو 4 لما أذكر يعني فكان أول إجراء رئيسي له يعمله هو وزير الدفاع تخرجنا أذكر الحوار الطفيف اللي دار وكان ليه شرف أن أنا أسلم عليه لأن أنا كنت أول دورته يعني كان ده شرف إضافي بالنسبة لي يعني فهو قال كلام طيب قال كلام طيب شخصه قال كلام طيب للعموم يعني المرحلة اللي بعد كده بالنسبة لي كانت بعيدة عن العسكرية المباشرة أنه هو بعد كده في المرحلة دي انتقلنا إلى يعني الوزير دي فعل فترة طويلة عاصر ستة رؤساء وزراء فترة ممتدة طويلة جدا لكن بعد كده المنعطف العسكري نقدر نقول أنه تغير بعد مثلا أحداث 25 يناير وبقى عندنا منعطف سياسي منعطف سياسي الفترة اللي فيها المطلوب اللي تنحى فيها الرئيس حسن مبارك هو قام بهذا الدور مرحلة الانتخابات الرئيسية اللي فيما بعد المجلس العسكري مفهوم طبعا التاريخ ممتد ولمشير طنطاوي التاريخ الوطني المحور بتاعه الحفاظ على مصر والحفاظ على أمن مصر عظيم جدا وده كان واضح منذ البداية ولو حضرتك تكلمنا بقى بالتفصيل عن لما كان هو قائد للفرقة 16 مشافي في حرب أكتوبر وفيما عرفه بالمزرعة الصينية تفاصيل هذه المعركة يعني ده منعطف بقى العمليات الحرب هو شارك في حرب 67 يعني هو خريج قبل كده حرب 67 والاستنزاف وحرب أكتوبر وحرب أكتوبر وحرب الاستنزاف حرب أكتوبر كان قائد كتيبة كتيبة يعني بدعمها حوالي رقم بين 500 و600 مقاتل تقريبا يعني كان قائد كتيبة في الفرقة 16 المنطقة دي حكي متفضلت المعركة المزرعة الصينية كلمة أولا كلمة مزرعة الصينية ملهاش أساس أصلا ده مشروع ياباني أقاموا اليابان في المنطقة دي لكن الحروف الصينية واليابانية والكورية من المدرسة واحدة فأطلق المدرعة الصينية وذهبت مثلا لكن لا توجد صينية أصلا حتى كان مزرعة يابانية من المراحل الرئيسية في الحرب يعني حرب 73 يعني حرب 73 طبعا يعني في حد ذاتها دي معركة شرف وكرامة معركة بطولة معركة بطولة حيث أن أن الجيش المصري يؤدي الأول قبل ما نقول المعركة نقول أن هذه الحربة كانت حرب حتمية يجب أن مصر تأخذها لتنتقل من الهزيمة إلى النصر ومن احتلال الأرض إلى تحريرها يعني فده الهدف الرئيسي اللي كل العسكرين اللي في المرحلة دي شاركوا فيه أنا شاركت 67 سحبنا دون أن نرى القوات الإسرائيلية وحسبت علينا هزيمة بلا حرب وكل الجيل بتاعنا ثم شاركنا في حرب السنة وشاركنا في حرب 73 كل الجيل ده اللي منه 6 مشير طنطوي كرمز والأكبر منه والأصور منه شاركوا في هذه المرحلة اللي يتحقق نصر عسكري مؤذر بإمكانيات أقل يعني ده نقطة مهمة حضرتك يعني إسرائيل تملك الإمكانيات التكنولوجية الأعلى حاجات كثيرة الحاجات الحسيمة يعني وخاصة الدفاع الجو القوات الجوية الحرب الإلكترونية إحنا نملك الأقل الفرق ده السؤال اللي بيفرض نفسه إزاي مصر والجيش المصري اللي كان منه المشير طنطوي يستطيعوا أن يحققوا النصر يبقى لازم يكون الفرق ده المولاد أبطال يعني أو المقاتلين كانوا أبطال فعلا مش هيستسلموا أبدا بالتأكيد يعني اللي قلنا فيه مرحلة خداع استراتيجي ومرحلة مفاجأة ومرحلة مبادة لكن مرحلة التنفيذ الجريء القوي مرحلة الرجال اللي نفذوا بعزيمة وقوة وروح وطنية وروح روحية اللي نحن نكون فيها الرمضان كل الكلام ده كل الجيل ده اللي ينتمي ليه مشير طنطوي أعتقد أن ده يعني اللي قدم لمصر مصر طبعا تستحق كل شيء عظيم من دم وروح وكل شيء لكن بلا شك مشير طنطوي كان أحد هذي الرموث العظيمة صحيح وبعد الحرب كمان بقى ملحق عسكري من 75 في باكستان مصبوط كده ثم أفغانستان وديكت مرحلة مختلفة آه يعني ده خبرة الملحق العسكري ده خبرة خاصة أنا كنت أول ملحق عسكري في مصر في اليمن بس سنة 87 يعني بعد المشير طنطوي مشير طنطوي أول ملحق عسكري في باكستان ومقيم في أفغانستان أنت ممكن تبقى في دولة ومسؤوليتك تغطي دولة جورة سواء ملحق عسكري أو سفير يعني بسي يقول لك سفير غير مقيم يعني أنت في الدولة اللي حواليك أو ممكن تكون أكثر من دولة دي كانت مهنة يعني كانت مرحلة مختلفة أنك تقود هذا العمل اللي جزء منه يعني جزء منه معلوماتي جزء منه دبلوماسي جزء منه قتالي جزء منه تطور قوات مسلحة علاقات دولية برضو أعتقد أنه كان من البارزين في هذا المجال وتصعد في المناصب حتى وصل لوزير دفاع كمان في الفترة دي كان فيه فترات كتيرة جدا ومراحل كتيرة جدا منها طورة 25 يناير وهو إنحاز لإرادة الشعب في الوقت ده حكي لنا عن طورة 25 يناير بالنسبة للمشير كانت عامنا إزاي 25 يناير منعطف في التاريخ السياسي المصري الحديث لا شك إن 25 في بدايته لو قلنا 25 يناير دي مرحلتين المرحلة الأولى دي مرحلة كانت مرحلة يعني موجبة لجيل الشباب ولقت الدعم من القوات المسلحة مباشرة كلنا نذكر إن الصورة التسكالية اللي كانت مع السادة مشير طنطاوي مع أحد الدبابات في مدان التحرير ده كان عبارة عن رمز إن إحنا كقوات مسلحة منحازين للشعب المرحلة اللي بعد كده اللي خادت منحة آخر منحة آخر وسرقت السورة دي ومن مصر ومن خارج مصر كانت تحتاج تكتيك آخر للحفاظ على الدولة في المرحلة هذه أعتقد إن المرحلة دي واللي شكل فيها المجلس العسكري اللي كانوا موجودين يعني موظمهم أو جزء منهم رحل عن الحياة لكن مازال فيهم أبطال موجودين رب نقدم طلط العمر المرحلة دي أيضا مرحلة مهمة جدا إن الحفاظ على مصر بالعكس إن كان فيه درس بيواط إن يجي للشباب اللي عاوز يعمل شيء لمصر أهلا وسهلا استضمت المرحلة دي بتنحي الرئيس مبارك لإقناع الرئيس مبارك من سلطة طاوي وناس اسم المدير المخابرات من الناس العظماء أيضا تعاونوا إن هذا الموقف يتم بثلاثة يتم بثلاثة باش فيه صدام واستجاب الرئيس مبارك مبارك يحسب له إنه ما عملش تصادمات ولا عمل زي بعض الدول أخرى كان الموقف يعني واخد منحة آخر تم بسلامه وتقبل القانون وتقبل المحاكمة لكن نقول إن برضو ده نفس المصار مشير طنطاوي للحفاظ على كان الدولة واحترام الرئيس مبارك حتى بعد ما خرج من وظيفته الرسمية ومصر تكملت المرحلة دي وكانت من المراحل الصعبة اللي وصلت لبعد كده وأعتقد ممكن نتكلم عليها في السؤال القادم لحضره بك على مرحلة 30 يوندو إن شاء الله طيب نقطة مهمة جدا وهي حب الشعب المصري الشارع المصري المشير طنطاوي إيه سر حب الشعب المصري لهذا القائد العظيم يعني دي منحة من الله لكن بيبقى فيها الكارزمة الشخصية اللي ربنا خلاها مع الإنسان لما يكون الإنسان ده فيه نوع من التواضع والبطاطا وده بيخلي المسافة النفسية قريبة وخاصة إذا كان رجل كبير بتعامل مع صوارين عندما يكون وزير دفاع بيتكلم مع جندي من جنوده في الحرب أو في التدريب حط يده على كتفه بكلمه يسأله على أحواله ده بيبين البعد الإنساني ما أعتقدش أنه فيه مشكلة أخرى كانت لها علاقة بالشعب والقوات المسلحة أو مواطن والقوات المسلحة وهو ماهتمش به أعتقد أنه اهتمش به وكان عنده الأجهزة اللي تستطيع أن تقوم بهذا الدور برضو الدور اللي هنا برضو يعني أحب أشير للإدارة شهر معنوية كان لها دور مهم جدا في العلاقة اللي مشرت أنطوط في ناحية والشعب في ناحية التانية والإدارة خلابات إدارة الشهر معنوية في النص أنه كان لها دور كبير جزء سواء مع الرئاسة أو معنى وهنا برضو نذكر بقى مدير الشهر معنوية السابق صديقنا العليز وزامنا الفاضل اللي هو سامير فرج الانتخابات الرئاسية خليني أقول كانت مسؤولية الجيش وكانت مسؤولية كبيرة جدا الجيش ساهم في دور كبير في تأمين هذه الانتخابات وتسليم السلطة بطريقة سلمة وآمنة أحكي لي عن دور طبعا المشير كان عامل إزاي في الوقت ده دي مرحلة من المراحل الحساسة جدا في طريق مدسل وحتى نتائج الانتخابات لو هت ترجع بالذاكرة كان حواليها يعني علامات سفهم ويقال والله أعلم يقال والله أعلم أن حتى لو الأمر كان يحتاج أن المشير تنطوي ياخد موقف معين خد هذا الموقف معين حفاظا على مصر لأن كان الأقوال تقول أن النتيجة قد تكون مش في صالح الرئيس الأسبق مرسي فلكن كوني من المواطنين ببعض الشكل تفاصيله مش عندي ومش عندي الناس لأن قد يكون ده من أحد الأثار اللي احتفظ بها المشير تنطوي نفسه إلى ما شاء الله لكن كانت النهاية أن القانون يمشي الانتخابات تمشي الرئيسة تمشي نحترم وهذا ما تم وهذا ما تم واحترم وقدمت الخطوة لتقديم القوات المسلحة للقاعدة لقوات المسلحة وتمت هذا الظروف كون أن المنحة فات سكة تانية لأن الموضوع مثلا أول إجراء أول تصادم عسكري مع الدولة المصرية كان احتفالات أكتوبر سنة 2013 أكتوبر ده اللي احنا نتكلم على الحرب ده بريستيج لمصر صحيح مش ممكن يتعامل أكتوبر ولا يحضروا قادة الحرب طيب ده كانت نقطة نقطة يعني مهمة طبعا أنوات عسكرية كثيرة وميداليات كبيرة جدا حصل عليها المشير تنطوي لو حتكتكلمنا عن أبرزها الأنوات العسكرية والميداليات اللي حصل عليها المشير تنطوي مشير تنطوي حصل على العديد ويمكن في توستشيع الجنازة شفنا المربع القطيفة اللي عليه كل الحاجة ده رقم كبير جدا لكنه بيعتز بنوط الشجاع العسكري من الطبقة الأولى في حرب أكتوبر 73 اللي هو كان فيه قائد الكتيبة 16 في اللي هو 16 طبعا عنده أكبر 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 يعني ميداليا عنده قلادة النيل قلادة النيل دي أعلى أعلى وسام يمنح لمصر يعني وأعتقد أنه يستحقها بوزيادة أخيرا يعني أنتو كان فيه بينكو دايما تعاملات يمكن من خلال يعني التدريبات الكثيرة اللي كانت سواء هو بيرقصها أو خدتوها مع بعض في المظلات هل كان فيه حاجة معينة هو بيحبها مصهور بيها بيقولها لكو دايما ما فيهش حاجة معينة محددة لكن هو الفترة اللي احنا أضناها في الصعق والمظلات تلامز له وتخرجنا يعني احنا خلصنا كامده وإحنا مازلنا صلب في كل الحربية تخرجنا 66 من هذا التاريخ ارتبط اسمه بكل السلاح وارتبط بالمجموعة بتاعتنا يعني هو هو رجل قديم دفع 36 احنا دفع 49 هو كان بيعتبر نفسه أيضا من الدفع 49 فكلنا نتنظر لما نتقابل مثلا في مناسبة أو ذكرى ونسلم عليه بعد حتى ما ترك الخدمة يقول يعني ما تنسوش اننا دفع 49 طبعا زي ما حضرتك ذكرت الشعب المصري كله كان بيحبه لأنه انحاز لإرادة الشعب وده كان واضح بمجرد الإعلان عن ذكرى عن وفاته والشعب كله كان في حالة من الحزن على هذا الرجل الوطني بامتياز واللي قدر يقرب الشعب أكتر وأكتر يعني وكده كده الشعب بيحب قوات المسلحة لكن قدر ببسطه زي ما حضرتك قلت وبالكارزمة المعروفة عنه يقرب الشعب أكتر وأكتر من القوات المسلحة وزي ما بنقول كده اللي داخل ما بين الشعب والقوات المسلحة دايما خسرا كل شكرا لحضرتك حضرتك شرفتنا ونورتنا يا فندم سيدة الله محمد أشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لحضرتك كل سنة وبسطة طيبة وحضرتك طيبة الفخير